السلام عليكم اليوم سوف نرى هذه البريوات المالحين بشكل جيد و سهل نتمنى انكم تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير وإذا كنتوا اول مرة سوف ترى اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس بش وسط دائما بالجديد على بركاته الله سوف ندوب المقادر بالنسبة للمقادر اضغطتها في زبدة وزيد ومليحة و اضغطتها تحت نضيف الكفتة هنا لدي تقريبا 1-300 جرام الكفتة او لا يمكن لكم الكفتة كيف تتبقى على حسب المتوفرة عندكم وعلى حسب الكمية البريوات اللي يريدون نضيفها فوق النار حتى تبدأ كالطيب نضيفه شوية الملح وشوية الفلفل اسود ونحركها مرة 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 اضغطت قصبر اليابز مع تحريك المستعمر بحال هكا حتى قد نشف لنا الكفتة دينا او كالطيب نضيفه نصف ملعقة صغيرة تومع بودر واحد الملقة كبيرة دقيق الابيض نضيف الدقيق الابيض لان انا قد نضيف الحليب قد نحصله على واحد بحال السلصة اللي بيش عمل ولكن احنا ما عادش نكون جاهزناها من قبل نضيفها بحال هكا نضيفه الدقيق على الكفتة وحليب تجعلنا الكفتة يعني مللقة كأننا نزلنا فيها كرام فرش ولا بشاميل المهم كتجي غزاله صافي نحركها مزيان حتى تنسى جميلنا ونضيفها جانبا هنا عندي واحد معبع شعريات الاروز الم Belkan اللي ضرتها في الماء الطيب انا ما كنصلقها اضعتها اههههه اهههههههههههههههههههههههه وضعتها بحال هكا اضيفه لها الكفتة من بعد ما بردت لينا شوية ونضيفه شوية ديال الزيت زيت المئيدة نحركوا هنا نضيف حبة جازر وحبة كورجيت نضيف المقيلة مع مليحة وبزارة شوية زبدة نضيفها على الخالط ونحركها جيدا نضيف ملاحق نضيف ملاحق نضيف ملاحق نضيف ملاحق في هذه الحشوة موجودة here we are going to eat الورقة الى الورقة البخار المترجم من قبل نذكر في هذه الشكل يعني شوفوا نضيف دائما على هذا الشكل هذه هي البغليات كنت أكدو بأنها مزيدة من جناب إلى هذا الشكل ونضيفها جانبا. هنا بالنسبة لي انا الى كنت ردى ندخلهم الفران. اغلبية ندخلهم الفران. اه كنحموهم يعني في الفران. ما كنسدهمش. ما احساش انني نسدهم بالفرص. لذا اقري كندخل هادوك الجنيبات. في الاخر ديال البريوة كندخل هادوك الجنيبات. صافي. هانتوما انا وريتكم اه واحدة اخرى لطويتها. بحال هكا. لهذا الشكل. هانتوما متأكدوا انهم ما خرجش منهم الحشوة. هانتوما شوفو يعني كي يجيونا مفينين وزوينين. بحال هكا لهذا الشكل. اكيد لكنا غادي نقليهم غادي نسدهم كيف قلت لكم. وهذا هو شكل النهائي ديال البريوات ديالنا. اه صراحة كي يجيو غزالين وكيف شفتوا يعني واحد الحشوة اللي هي بسيطة. سهلة ما فيهاش مقادر بزاف. اه احنا يا عزتلي نصف كيلو ديال ورقة. هاد المقادر اللي اعطيتكم يعني نصف كيلو ديال الورقة. اه اللي شريط من الزنقات طبعا مطبيط الحال. إلا بريتوا تتخدموها بشي ورقة منزلية يمكن لكم تخدموها. وهذا هو شكل ديالها كيفاش كي يكون من الداخل. كتجي صراحة كتجي غزالة. متمنى انكم جربوها وتبدو ديال تعليقات ديالكم. وفي امان الله الى وصفة مقبلة ان شاء الله.